بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بالتأكيد هتتابع فيها آخر الأخبار والكواليس الخاصة بمعسكر فريق النادي الأهلي في الإمارات بعد خسارة مباراة الأمس في الدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية أمام بالميراسة بطل كوبا لبرتادورس الفريق البرازيلي الذي يدري أن يفوز على الأهلي بهدفين مقابل لشيء ويتأهل إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من لقاءة شلسي والهلال السعودي الذي ينطلب بعد ساعة ونصف من الآن بالتأكيد الأهلي بيستعد من النهاردة لمباراة تحديد المركز التالت والأهلي يعمل رقم قياسي جيد في هذه البطولة بإقامة أكتر من مباراة أو الوصول لمرحلة تحديد المركز التالت واللعب على الماديلية البرونزية للمرة الرابعة الأهلي سبع لقى قبل كده يلفز بهذه الميدالية ومرتين إن شاء الله تكون المرة التالتة بإذن الله في لقاء السبت القادم مع الخاسر من لقاءة شلسي والهلال السعودي مباراً إن شاء الله هتكون يوم السبت الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على نفس الملعب ملعب ألا نهيان ملعب نادي الوحدة في أبو ظبي حلقة فاكة وليس فيها التفاصيل وهنتكلم عن بعض الأمور الخاصة بأهبار الأهلي النهاردة في الإمارات لكن بسرعة نبدأ بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف كل السادة المشاهدين وجماهير النادي الأهلي في كل مكان الرسالة اللي ممكن يوجهها للعاب الأهلي قبل خوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر والإستجرام وفي الفقرة الأخيرة أستعرض أكبر قدر من رسائل كل الجماهيل الخاصة بتشجيع وموازرة الأهلي قبل مباراة تحديد المركز الثالث لكن سريعاً نروح لأبرز العنوان في ترند الأهلي الخطيب يجتمع مع لعاب الأهلي في الإمارات كمان الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة البرونزية غداً وأخيراً كاف يخفض عقوبة كيروش لمباراة واحدة استعرض مباراة اليوم النهاردة في مجموعة من المباراة المحلية والقرية والأوروبية والنهاردة استئناف مباراة الدوري المصري بعد توقف أكتر من 40 يوم النهاردة مباراة الإسبوع الثامن للدوري والساعة خمسة ونص فيه مباراة أمبي أمام مصر المقصة والساعة تمانية طلاق الجيش بيصطديف الجنة هنبدأ بقى نرجع للمباراة المحلية ومسابق الدوري العام من جديد كأس العالم للأندية وفي مباراة انطلقت حوالي الساعة 3.5 ما بين منتري المكسيكي أمام الجزيرة الإماراتي هذه المباراة في تحديد المركز الخامس حتى هذه اللحظة المباراة ما زالت جارية ومستمرة ومنتري المكسيكي متقدم على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لاشي المباراة القادمة الهلال السعودي بيصطديف تشالس الإنجليزي هذه المباراة الساعة 6.5 بتوقيت القاهرة وهي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية والفائز سيصل لمواجهة بالمراس يوم السبت 6.5 والخاسر يواجه الأهلي يوم السبت أيضا ولكن الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة نروح لمباراة الدوري الإنجليزي نهاردة فيه 3 مباراة في توقيت واحد تتنهى متسبير يصديف ساوس هامبتون نوريتش سيتي يصديف كريستل بلس منشستر سيتي يصديف بيرينت فور ساعة العاشرة مساء أستون فيلا يصديف ليدز يونيتد دي مجموعة من مباراة اليوم وبالتأكيد مباراة قوية لكن بالطبع تكون المباراة الأبرز وفيها نسبة مشاهدة عليها مباراة شلس والهلال عشان نتعرف على الفريل يواجه الأهلي يوم السبت القاتل أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفاقرة ترند ترند وأبرز الأخبار والمعلومات والكواليس من أبو زاطي أهلا بحضركم من جديد وفاقرة ترند ترند عندي خبرين مهمين جدا في فاقرة ترند ترند ثم تعليق على الأحداث الجرية بعد مباراة الأمس ما بين الأهل وبالمرأس في كأس العالم للأندي الخبر الأول وهو اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لاعبي فريق النادي الأهلي اليوم صباحا في مقر الإقامة عقب مباراة الأمس كابتن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعا زهر اليوم الأربعاء مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق في حضور الكابتن حسام غالي عضو المجلس والكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكور قال الكابتن سيد عبد الحفيز أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الاجتماع مع اللاعبين لتحفزهم والتأكيد على دعمه لكل عناصر الفريق وأفراد الفريق واللاعبين قبل المباراة القادمة في تحديد المركز الثالث يوم السبت القادم في كأس العالم للأندي وأشار الكابتن سيد مدير الكورة في هذا الأمر إلى أن الكابتن محمود الخطيب في اجتماع مع اللاعبين اتكلم في ضرورة غلق صفحة مباراة بالمراس بإيجابيتها بسلبيتها بكل تفاصيلها والتركيز على مباراة السبت القادم وأضاف الكابتن سيد أن الكابتن الخطيب قال للعيبة أنا مؤمن جدا بقدراتكم وبإمكانياتكم ولازم في نفس الوقت كمان أنتم يكون عندكم إيمان بأنفسكم وبقدراتكم وإمكانياتكم في تقديم أفضل ما لديكم في هذه البطولة وقال كمان أن الأهل دايما بيمتلك شخصية البطل وعليه دايما أن يسعى لإثبات قدراته وإمكانياته في مثل هذه الأحداث الكبيرة والمباراة الكبيرة والمباراة القادمة ضمن المواقف الصعبة اللي بيواجهها الأهل في هذه البطولة الكابتن سيد كمان أوضح أن الكابتن الخطيب في هذا الاجتماع أكد على ضرورة وأهمية الفوز بالميدالية البرونزية في لقاء السبت القادم على الأقل لإسعاد جماهيري النادي الأهلي اللي وقف خلف الفريق في كل لحظة من لحظات هذه البطولة وبتسعى بقدر الإمكان لحضور كل المباراة رغم كل الصعبات اللي ممكن تواجهها الجماهير في مباراة كأس العالم للأندية ورغم أيضا كل الصعبات اللي بيواجهها الأهلي خلال هذه البطولة سواء في الاستعداد أو في المشاركة في ظل غياب الدوليين وفي ظل كل الأمور الإدارية اللي كلكم عارفينها بسبب التخبط اللي ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي في الفترة السابقة داخل اجتماع مهم جدا إن شاء الله بإذن الله يبقى في إيجابيات من هذا الاجتماع ويثمر عن يعني دوافع جديدة لللاعبين بإذن الله في لقاء السبت القادم طيب ده خبر مهم جدا خبر الثاني وهو متعلق به تذاكر مباراة الأهلي والفريق اللي يواجه الأهلي في لقاء المركز الثالث بحثة النادي الأهلي توصلت النهاردة صباح اليوم في أبوظابي مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لاستبيان الموقف وتحضيح الموقف بخصوص تذاكر المباراة القادمة اللي هيأخذها الأهلي إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة الثالثة عصرا في ملعب النهيان لتحديد المركز الثالث والرابع في هذه البطولة وهو اليوم الختامي اللجنة المنظمة أفادت وردت بشكل رسمي على النادي الأهلي أن هناك خمسة ألاف تسقرة تم طرحها وتم بيعها وتسويقها أونلاين من خلال موقع الفيفا وقت طرح تذاكر بطولة كأس العالم للأندية من خلال الحجز الإكتروني لفئات متنوعة وطبعا غير محددة وبعدها تم إغلاق السيستم الخاص بالتذاكر لحين تحديد الطرف الثاني للمباراة اللي هيواجه الأهلي وساعتها الفريب أهلي هيكون خاسر من مباراة شلسي والهلال السعودي وهذه المباراة تتلعب النهار زمان تعرفين الساعة ستة ونص بتوقيت القاهرة عقب نهاية هذه المباراة هيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لمباراة الثالث والرابع الملعب إحنا عارفين أنه بيتطرح بالضبط 80% من ساعة الملعب الملعب بيسع بعد تحديد 80% حوالي عشرة ألاف متفرج يعني هيتم طرح أو تم طرح خمس ألاف والنهاردة بعد مباراة شلس والهلال هيتم طرحها أيضا خمس ألاف تسقرة إذن على جماهير النادي الأهلي الراغبة في حضور هذه المباراة وتشجيع الأهل ومسندة الفريق عقب نهاية مباراة شلسي والهلال السعودي يسارع بسرعة إلى السيستم الأونلاين الخاص به حجز تذاكر الفيفا عبر الموقع الرسمي عشان يحجز النسبة المقرارة المتبقية وحوالي خمسة ألاف تسقرة وبإذن الله إن شاء الله هيتمكنوا من حاجز هذه التذاكر عشان ما يحصلش نفس اللي حصل في المباراة السابقة وأنا عزر الجمهوري الجمهور أكيد نفسه يحضر وعايز يساند لكن عموماً اللي حصل في المباراة السابقة إن شاء الله ما يتقررش في المباراة القادمة وزي ما قدامنا هون نادي الأهلي النهاردة وضح بشكل رسمي لكل جماهيره في كل مكان الإيميل الرسمي والتواصل الرسمي اللي حصل مع اللجنة المنظمة عشان الجمهوري إزاي يحضر في المطش القادم شيء إيجابي إن التذاكر كلها ما اتطرحتش قبل ما يتحدد أطرافها لأ اتطرح خمس تلاف وبعد مباراة النهاردة هاتطرح كمان خمس تلاف وأتمنى بإذن الله يكون جمهوري الأهلي جاهز لحجز الخمس تلاف في خلال ساعة من نهاية مباراة تشيلس والهلال وإحنا متعودين دايماً من جمهوري الأهلي دايماً بيصنع الحدث وهيقدر يحجز وإن شاء الله بإذن الله هيكون فيه حضور موايز لجمهوري الأهلي في مباراة المركز التالت لعشان كلنا نفرح بإذن الله في ختم البطولة بالميدالية البرونزية طيب دول الخبرين المهمين اللي قد عايز أتكلم فيهم في ترند الترند ولكن التعليل اللي عايز أتكلم عليه وهو متعلق بنتاج الأهلي في كأس العالم للأندية انباراة فيه ناس كان عندها إصرار واهتمام قوي بفكرة الإحصايات تقول الأهلي اللي في كأس العالم للأندية سبع مرات كسر كم مرة خسر كم مرة جاب كم هدف أو أحرص كم هدف ودخل مرمى أو مونيا مرمى بكام هدف الإحصائية تحس أنه عايز يقولك إيه يعني أنت بتشارك في البطولة لكن نتاجك كلها سلبية عارفين كده عاملين زي الطالب اللي مش ناجح وبيبص على واحد متفوق ومحقق كل الدرجات النهية وخد الشهادة الجامعية وبيناش رسالة الدكتوراه بس هو بيناش رسالة الدكتوراه مقدرش يحصل على الماجستير أو الدكتوراه فيقولك إيه دفاشل ما خدش الدكتوراه طيب منت حضرتك إيه يعني أنت اللي كاتب الإحصائية وبتتكلم على النتائج في الإحصائيات طيب وانت حضرتك إيه هل أنت ناجح يعني ما أنت أصلا بخدت السنوية عامة ما وصلتش للإعدادية إزاي تتكلم على إحصائية ده أنت بتشارك في حدث ومحفل دولي كبير كاس عالم أندية للمرة السبعة أكتر نادي لعب مباراة في البطولة جمهور الأهل وصل لمرحلة بقى بينافس وتموحوا يلعب نهائي كاس عالم أندية مرة بنلعب مع بايرن ميونيخ مرة عايزين نلعب فينال مع تشيلسي إذا كسب الهلال وغيره 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 ولعبنا قبل كده فرقة كبيرة في اليابان في الفترات السابقة مش عارف ليه بحس دايما أن في ناس عايزة تطلعنا من الحالة الإيجابية اللي احنا كلنا عايشينها بعد مشاركة منتخبنا الوطني في كاس أمم إفريقيا مش عارف ليه ناس كده حريص أنه هي دخلنا دايما للترندات السلبية لما بتتكلم على مشاركة لفريق مصري بمثل مصر وقرة أفريقيا والعرب في منديال زي دايما كاس العام الأندية تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا وبوجود رئيس الفيفا السويسري جياني إنفنتينو انت هنا عندك إحصايات وأرقام وعنوين ممكن تقولها تضرب بها المثل على مشاركة فريق كبير زي النادي الأهلي لكن ليه دايما عايز تصدر رسالة سلبية رقمية على مشاركة الأهلي شارك أنت بس مرة واحدة يعني اللي كتب ده أو اللي بيشير لي ده يشارك بس مرة واحدة ياخد الإعدادات والسنوية قبل ما يتكلم على اللي بيناش الدكتوراء أو الماجستير رفقا بالجمهور لأن احنا عايزين نكمل الحالة الإيجابية اللي احنا عايشين عليها بعد مشاركة منتخبنا في كاس أمم إفريقيا في الكاميرون ونتمنى نكمل على الترندات الإيجابية بلاش بعض الناس اللي دايما عايزة تركب الترند السلبي أرجوكو كل واحد يتحمل مسؤولياته سواء إعلامي أو صحفي أو مسؤول طيب الجزء الثاني وهو متعلق بتعليقي على قيادة مسماني في كأس العالم للأندية لفريق النادي الأهلي الناس قبل البطولة لما كانت بتتكلم على مشاركة الأهلي كان تموحها وصل لأي مرحلة كان الحديث دايما عن المشاكل اللي بتواجه الأهلي ازاي هل مثلا بيتسو مسماني طلع قال أنا ما عنديش لعيبة هشارك بدون أبرز التشكيلة الأساسية ولا اشتغل على فكرة ازاي يستعد الأول مباراة أمام مونترين مكسيكي ويسفى جاءة الكل لما شاف الأداء في أول مباراة سقف الطموحات عيلي والناس بتقول لك ده الأهلي إن شاء الله رايح لنهاية كاس عالم ده فعلا كان كل الطموح بالنسبة للجهاز الفني والإدارة والجمهور لكن أنا عايز بس أعمل نقطة نظام في فكرة التقييم لما بنكسب الكلام يبقى كبير قوي لما لك قدر الله بنوفق وبنخسر بننزل بالطموحات وبنبدأ نهد بشكل كبير وده مش كويس وده مش صح انت عندك طموحات وعايز توصل نهاية كاس عالم لكن فيه ظروف معاكسة أولا البطولة ما كانش فيها نظام ولا كان فيها عدالة والكل عارف ده ثانيا انت لو بتشكيلتك الأساسية كنت تكسبت مباراة بس كان عنده غيابات وغيابات مؤسرة الأهل بمنحضر في المباراة الأولى بس انتو خدوا بالكو برضو انت بتوصل لمرحلة مفيش فرقة في العالم ممكن تكسب كل المطشوات في ظل غياب كل العناصر الأساسية برشلونة بدون ميسي شوفوا اللي حصل فيها على مدار سنة كاملة إيه اللي بيحصل ريال مدريد بدون كريستيانو وصلت لأي مرحلة في دوري أبطال أوروبا فأتمنى التقييم لبيتسو موسيماني تحديدا يكون تقييم موضوعي لما بيكسب اللي بيطلع ينتقد يشيد مش لما بيكسب اللي بيطلع ينتقد بيستخب ولما بيخسر بيطلع ينتقده زي ما بتنتقده هو بيخسر اطلع شيد بيه هو بيكسب عشان تقييمك يكون تقييم موضوعي المشوار طويل وصعب وبالمناسبة أنا مش بكلم عطش المركز الثالث يوم السبت أنا اللي يهمني مباراة الهلال السوداني بعد مباراة السبت الجاي اللي نحن دخلع لما عمع الدورة بطال إفريقيا ست مباريات في شهر ونص لسه الدوري لسه منافسات قوية جدا فأتمنى يكون فيه تقييم موضوعي وفكرة المكسب والخسارة ما تبقاش نسبية عند كل السادة النقاد والمسؤولين والإعلامين وحتى الجمهور اللي مهم جدا يقف في صف الأهلي وجمهوره وجهازه الفني أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز الفقرات اللي معنا النهاردة في برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي وأنا أستعرض مع بعض المحتوى الموجود في السوشيال ميديا وأبرز العناوين الموجودة في السوشيال ميديا بخصوص مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أول حاجة معايا الحساب الرسمي للأهرام على تويتر نشروا تصرحات لدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بيصني فيها على أداء الأهلي في كأس العالم للأندية وبيطالب اللاعبين بإحراز الميدالية البرونزية لإسعاد الجماهير الدكتور أشرف صبح وزيري الشباب والرياضة تكلم على الأداء المشرف لبعثة النادي الأهلي وتكلم على الأداء والنتائج الطيبة التي اتحققت في البطولة رغم الخسارة أمام بطل أمريكا الجنوبية وقال إن الأهلي كسب احترام وود وتأدير كل الجماهير المصرية والعربية من خلال مشاركته في هذه البطولة رغم الصعوبات والمعوقات التي واجهها الأهلي قبل المشاركة في هذه البطولة من غياب الدوليين وعدم الجاهزية الخاصة باللعبين الدوليين فور الانضمام خلال الفترة القادمة قال كمان مهم جدا إن احنا نلعب مباراة قوية في لقاء السبت القادم بإنها فرصة سانحة للحصول على الميدالية البرونزية وكتابة تاريخ جديد بالنسبة لمشاركة بطل مصر وإفريقيا في هذه المناسبة الدولية اللي بالتأكيد الكل بيشتغل فيها تحت إشراف الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا نروح لحساب اليوم السابع وبتكلموا على إن النادي الأهلي هيكون النهاردة ليه متابعة ومراقبة لمباراة تشيلسي والهلال لدراسة المنافس في مباراة البرونزية الخاسم من هذه المباراة هيواجه الأهلي لقاء السبت القادم هذه المباراة تقام على عمل عبد محمد بن زايد استاد نادي الجزيرة وإن شاء الله ستة ونص بعدها بساعتين بقى تمانية ونص أو إذا وصلوا رقلات جزاء هنعرف مين المنافس ليواجه الأهل لكن الجهاز الفن حريص إن يحضر هذه المباراة من الملب عشان يكون فيه متابعة حية لكل الفريقين أي أن كان الخاسر سواء تشيلسي أو الهلال مباراة السبت أنا على المستوى الشخصي شايفها هي أصعب مباراة في البطولة بالمقرنة مباراة بالمراس أو حتى لقاء مونتري المكسي نروح كمان لحساب الوطن سبورت بيتكلموا على التغييرات اللي ممكن تحصل فيه تشكيل الأهلي على مباراة المركز التالت مصادرهم بتقول إن فيه أربع تغييرات على تشكيل الأهلي في مباراة المركز التالت الدفع محمد عبد المنعم في قلب الدفاع من المرة الأولى الدفع بسلاس القوف وسط الملعب هيبدأ بقى المراضي بالسلية وحمد فتح وأليو ديانج خاصة بعد الاستشفى اللي هيحصل عليه الدوليين بعد عودتهم من الكاميرون وفيه ثلاث يام راحة قبل مباراة السبت القادم وإمكانية قيادة محمد شريف لخط هجوم الأهلي في مباراة يوم السبت القادم فبالتالي نوجة نظرهم ومصادرهم بتقول إن فيه أربع تغييرات على التشكيلة بالمقرنة بيء المباراة السابقة طيب نروح لحساب كورا بلاس وبيتكلموا على محمد عبد المنعم خاص لكورا بلاس على تويتر طيب بيتكلموا على إن محمد عبد المنعم بديلا لرامي ربيعة في مباراة الميدالية البرونزية نفس الكلام مش بقيد شوية على التألف الوطن السبورت إن عبد المنعم هيكون في قلب الدفاع للمرة الأولى لكن كورا بلاس بيتكلموا إن محمد عبد المنعم هو اللي هيكون بديل لرامي ربيعة مع وجود طبعا عارفين ياسر إبراهيم أيمن أشرف هيغيب عن هذه المباراة وبالمناسبة كمان أيمن أشرف بنسبة كبيرة كمان مش هيلعب مباراة الهلال السودان لأنه عنده كارتة أحمر فبالتالي هيكون موقوف مباراتين طيب نروح كمان لحساب كورا بلس ومصدر بالأهلي لكورا بلس وده كان اجتماع مهم جدا بخصوص مشاركة الأهلي في مسألة دوري السوبر لإفريقي على هامش هذا الحضور ممثل النادي الآلي في هذا الاجتماع الأستاذ عامري شهين في المصادر اللي تقال قال إنه هو اعترض على ما حدث مع الأهلي في كأس العالم الأندية وحصل على وعد من متسبي وإنفنتينو بعدم تقرار هذا الأمر كده كده كأس العام الأندية المرات هي النسخة الأخيرة مش هتتلاعب بنفس النظام ده خلاص الفترة الجاية المفروض الفترات القادمة كأس العالم بمشاركة 24 نادي ولسه فيه دكنية على نظام دوري السوبر الإفريقي ومش هيبقى فيه دوري أبطال إفريقيا فخلاص هي الغلطة الأخيرة اللي حصلت دي مش هتتقرر تاني لكن أتمنى يا رب بالفترة الجاية بالنظام الجديد لكأس العام الأندية تكون فيه عدالة ما بين جميع الفرق ومعلوماتي إنها تبقى بطولة مجمعة مفيش حاجة اسمها بطل أوروبا ييجي على نصف النهائي ولا بطل كبر برتدورس ييجي على ربع النهائي خلاص كلها هيبدأ من ضربة البداية لغاية المباراة النهائية آخر حاجة معايا حساب دوري أبطال إفريقيا وكأس الكون فيدرالية بيكلموا على خلاص يومين متبقي 48 ساعة على استئناف مباريات مسابقات الأندية الإفريقية انطلاق دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين كان الأهلي هو الحقق اللقب في 2020 و2021 يوم الجمعة الجاية انطلاق هذه المنافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكون فيدرالية الأهلي كان عنده مباراة مع المريخ يوم 12 فبراير اتأجرت لخمسة مارس لأن الأهلي عنده مباراة يوم الساعة الجاي في تحديد المركز الثالث وبعدها بأسبوع مباراة الهلال السوداني في الخرطوم على ملعب الجوهرة الزرقاء ده أول مباراة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا كل التوفية رب للأهلي وهو حامل هذه اللقب أو هذه البطولة آخر نسختين ويقدر يحقق رقم قياس جديد أن يفوز بالمرة الثالثة على التوالي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بها فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد والتريند المحل نروح بسرعة نشوف التريند المحل معنا إيه لأن كلام مهم جدا بخصوص كمان منتخبنا خلال المرحلة القادمة الاتحاد المصري لقرأة القدم على صفحته على الفيسبوك قال إن في اجتماع مع كارلوس ساكيرش لترتيبات المنتخب لتصفيات المونديال وبالتأكيد هيتم تحضير برنامج إعداد في الفترة استعدادا لمواجهة السنغال في 24 مارس اللقاء الأول في القاهرة ثم 29 مارس اللقاء الثاني في العاصمة السنغالية ذكر في إطار مباراة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم الاتحاد المصري قال في بيانه إن اشتغل على فكرة إزالة أي معوقات تواجه كارلوس ساكيرش في الفترة القادمة من أهمها وأبرزها بالتأكيد التواصل مع لجلة الاستناف لتخفيض عقوبة الإيقاف مباراتين قضى منهم عقوبة مباراة في نهاية كأس أمم إفريقيا وبالتالي تم إلغاء المباراة التانية وإيقاف المباراة الثانية وبالتالي هيقود الجهاز الفني في مباراة مصر والسنغال في القاهرة يوم 24 مارس لجلة الاستناف خفرت العقوبة المباراة واحدة وإن شاء الله خلال الفترة القادمة هيكون في اجتماعات أخرى للتنصيق بخصوص التحضير لمباراة كأس العالم أو تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم طيب ده أمر مهم جدا بخصوص الترند المحلي لكن محتاجين نلقي الدق من جديد على كأس العالم للأندية وآخر أخبار النادي الأهلي من أستاذ محمد بن زايد ملعب نادي الجزيرة الإماراتي وتحديدا قبل أقل من ساعة من مباراة الهلال السعودي واتشيلس الإنجليزي الزميل أمير هشام موفد قناة الأهلي موجود أمام أستاذ محمد بن زايد ملعب نادي الجزيرة مساء الخير يا أمير مساء الفل عليك يا محمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بالفعل إحنا أمام ملعب محمد بن زايد الملعب الخاص بنادي الجزيرة واللي ستضيف مباراة اليوم الهمة جدا ما بين الهلال السعودي واتشيلس الإنجليزي في نصف نهاية كأس العالم اللي يفوز يقابل بالميرس اللي هيخسر هيقابل الأهلي على المركز التالت والرابع فبالتالي هي مباراة مهمة جدا وفي الحقيقة أجواء الملعب أكثر من رائعة وعندنا أمور كتير جدا هنتكلم فيها خلينا سريعا قبل ما أتطرك معك للأهلي وأخر أخباره أخذ توقعات بعض جماهير الهلال السعودي وهي مباراة للتاريخ النهاردة بتقابله فريق كبير بطل أوروبا تشيلسي بتشوفوا المباراة إزاي نهارد أول شي في البداية هل نقول لهارد لك الجماهير الأهلي المصري يقدم مباراة رائعة ويستاهلون كل شي وبخصوص مباراة الهلال الكورة كل شي فيها جايز يعني مباراة 50-50 50-50 نقول إن شاء الله عن النهاية وإذا ما تاحلنا عن النهاية وخسر هلال لا سمح الله بنقابل أشقاننا في النادي الأهلي واللي يكسب طبعا فائز سواء الأهلي ولا الهلال لهم عينين في راس واحد يعني الهلال بيتسلح برضو بعض اللعبين المميزين إقالوا صفقة جديدة مريقا برضو من اللعبين المهاجمين المميزين جدا جدا هل تتوقع النهاردة أنهم يصنعوا الفرق مع الهلال وأمام فريق كبير زي تشلسي؟ والله في عالم الكورة ما في شي مستحيل يعني كل المباريات تكون 50-50 يعني صح الكفة ترجح البطل لأوروبا بس كل شي جايز في كرة القدم ممكن يصير ممكن يفوزي الهلال ممكن يفوزي تشلسي يعني هي 50-50 المنافسة وقعاتك المتينة؟ إن شاء الله واحد للهلال؟ يا أكيد للهلال يا حبيبي لسه مستمرين معكم ووضح طبعا جمهور الهلال السعودي يعني جاي بكسافة عشان يشجع فريقه في المباراة أكيد مباراة للتاريخ يعني أمام تشلسي لكن أعتقد في حد كمان بيشجع تشلسي هنروح له دلوقتي في البداية أنت بتشجع تشلسي النهاردة عرفني باسمك الأول وبعدين قول لي بتشجع تشلسي معك سعد صوالها أنا بشجع طبعا الهلال يعني السعودي ومتوقع صراحة تكون مباراة قوية بين التشلسي والهلال ويؤدوا الهلال يعني صراحة مباراة ممتازة يعني يعني إن شاء الله نتأمل أن الفوز للهلال يكون هلال الأزرى يعني اليوم يكون واحد صفر أو يعني إن شاء الله إذا فيها خلاص للبنالتيات يعني تروح متوقع السيناريو ده ممكن تروح للضربات الجزاء ممكن تروح للضربات الجزاء لأنه أي شيء في الكرة صديق لك صديق لي شجع تشلسي عدو اليوم عرفنا بك محمود يبا معاك وشجع تشلسي بس من الفين واربعة فعشان كده يعني بتشوف توقعاتك للمباراة إزاي النهاردة وبما إنك يعني برضو سعودي يعني ما فيش أي تعطف من ناحيتك ناحية الهلال ولا تشلسي هو رقم واحد والله لا هو تشلسي رقم واحد طيب توقعتك لنتيجة والله بتوقع 2-0 الهلال سعودي إن شاء الله يا رب إن شاء الله إنو إحنا مع السعود طول عمرنا إن شاء الله شكرا جزيلا مستمرين معاكم معنا برضو يعني حد من الناس اللي بتشجع الهلال نهاردة صحيح الهلال والأهل الآن نصري الهلال والأهل أيها في البداية قولي رأيك إيه في الأهل وأداءه في البطولة حتى الآن رغم الظروف اللي كان يتعرض لها الفريق وأكيد العالم كله عارفها المباراة الأولى بداية مع منتري فوز كان غير متوقع بسبب الإصابات والغيابات مع منتخب مصر رأيك كيف الأهل وأداءه في البطولة أول شيء الأهل دائما متفوق في أفريقيا أو في أي مكان يروح له ثاني شيء بالنسبة لأداءه رغم يعني اللي كان تغياب اللاعبين الرئيسيين في المنتخب المصري لكنه أداءه كان مميز يعني العملية التغييرات اللي تمت فيه في المباراة الثانية يعني حرام صراحة ينهزم 2-0 كان متفوق أغلب الشوط الثاني بالذات إن شاء الله أتمنى للتوفيق ودائما قلوبنا مع الأهل المصري أيوة وقلوبنا مع الهلال النهار دمج إن شاء الله والله إن شاء الله نفوز لكن صعبة صعبة لكن لو وصلنا للإضافة ممتاز شكرا جزيلا شكرا لك شكرا يعني دي كانت بعض الآراء والتوقعات لمباراة اليوم يا محمد ما بين الهلال وتشيلسي مباراة أكيد كبيرة جدا الأستاذ أكثر من رائع في الحياة شكله ومظهره جميل أكيد نتمنى التوفيق للهلال الصعودي ألا شقيق فهذه المباراة مباراة صعبة أمام فريق تشيلسي ده فيما أتعلق بمباراة اليوم لو أنت لسه معي محمد طبعا سمعني أكيد صح سمعني تمام في كل الأحوال في كل الأحوال خليني أطمن جمهور النادي الأهلي على الفريق خلال يعني اليوم تحديدا النهاردة ما كانش فيه أي أحداث مهمة فيما عادة اجتماع كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللعبين ظهر اليوم وكان الحديث على خلاص أننا لازم نقفل صفحة مباراة بالمرس وأن لسه عندنا أمال في حصد ميداليا برونزية بإذن الله نخلناها قبل كده مرتين بنسعب كل القوة أننا نفوذ بها هذا العام فكان يعني كلام كابتن محمود الخطيب مع اللعبين خلاص يا جماعة نركز في اللي جاي نركز في المبرارة اللي جاية ونستعد نفسيا لهذه المبرارة بالشكل الأمثل وأكيد فنيا وبدنا من خلال الجهاز الفني على مدار تدريبات بكرة وبعده النهاردة أجازة تم لمعظم اللعبين لكن البعض منهم كان عنده تدريبات في صالة الجيم ويعني كانت تدريبات استشفائية منهم كمان بعض اللعبين الدوليين وأبرزه محمد الشناوي اللي النهاردة في مفاجأة مهمة جدا جدا ابتدى يجري لأول مرة بعد إصابته في العضلة الخلفية وده خبر مبشر يعني ممكن يخلينا نشوف الشناوي قريبا بإذن الله بيعود للملاعب دي أبرز الأجواء وأبرز الأمور وكل ما يتعلق ببعثة فريق النادي الأهلي وأيضا منهم يتعلق بمباراة اليوم اللي حتنطلق بعد أقل من ساعة من دلوقتي مباراة الهلال وتشيلسي عودة لك يا محمد أمير هشام طبعا موفد قناة الأهلي من استاذ محمد بن زايد ملعب نادي الجزيرة الإمارات وقبل يمكن وقته ليل جدا من مباراة الهلال وتشيلسي لقاءات مميزة مع عدد من الجماهير السعودية والعربية قبل هذه المباراة وكمان خبر مهم جدا اتماعنينا من خلال أمير على حالة محمد الشناو وطبعا مش مقاعد في البطولة لكن الخبر ده مهم لأن بعد مباراة التحديد المركز الثالث عندنا مباراة الهلال السوداني بعدها بإسبوع يعني البوادر كده طيبة ومبشرة بدأ الجارية حول الملعب فممكن خلال إسبوع أو عشر أيام إن شاء الله يكون داخل وجاهز معنا في مباراة دوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله بإذن الله يكون الأهل حاضر بشكل قوي مع استيناف مباراة دوري أبطال إفريقيا طبعا مباراة بكرة هيبقى فيه فرصة لبيتسو مسماني يستعين بمحمد عبد المنعم في حالة جهازيته لأن محمد عبد المنعم بالتأكيد لعب مباراة قوية في كاس أمم إفريقيا كمان محمد مغربي بالمناسبة الناس قالت انت ليه دفعت بأيمن أشرف ما هو بيتسو مسماني غزبا عنه محمد مغربي أصيب في المباراة الأولى فبالتالي ما كانش عنده أي بديل في المباراة الثانية دلولة لمحمد مغربي يعني الكورونا الحمد لله نتيجة كانت سلبية ما كانش يلعب البطولة فبالتالي اضطر أنه يشارك بأيمن أشرف المجهد واللي راجع من كاس أمم إفريقيا ما كانش لسه فيه أحالة جاهزية كاملة لكن قدر إن كان دي القماشة اللي معاك وده الظروف المعاكسة اللي انت بتواجهها بارح مشاركة العمر السلية مشاركة الحمد فتحي مشاركة أيضا لمحمد شريف بابا الكوبالة والأهل مع اللعيبة دي قبل البطولة فول تيم بيحضر للبطولة واللعيبة دي موجودة بمعاها مش غايبة عنه أخطى من 40 يوم إزاي هيخش ينافس على هذه البطولة ويخش منافسة مع فرق ميزان العدالة نفسه ما كانش محدد وانت بتواجه منتري او انت بتواجه حتى فريق بالمراسة بطل كوبا لبرتادورس بطل البرازيل فبالتالي الحمد لله المشاركة الغاية الآن يعني مش أقولك أعلى من المتوسط لكن إن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل ميدالية يعني تكلل بالنجاح في ختام هذه المسابقة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف باقي فقرات معنا برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وهنا ستكمل مع بعض باقي فقرة الترند المحل ونشوف الكتب برضو في السوشيال ميديا بخصوص المنتخب والتحاد القرى بعد العودة من الكاميرون حساب اليوم السابع على تويتر بيقول إن اتحاد القرى بيستقر على إنهاء عقد فنجادة في مايو المقبل قرار سليم جدا ولو كان فيه فرصة يتم إنهاءه قبل مايو كان يبقى أفضل كمان ما كانش فيه أي خطوات ملموسة بصراحة في وجود نيلو فنجادة مع الاتحاد المصري طيب حساب ليفربول على تويتر نشر فيديو لعودة محمد صلاح مو صلاح للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء منافسات كأس أمم إفريقيا طبعا كلنا شفنا الفيديو وشفنا إزاي يورجون كلوب المدارب الألماني للفريق وواقف بيتكلم معه وكان فيه علامات الحزن بالتأكيد والتأثير على محمد صلاح كان بإذن الله خلال الأيام القادمة يعني يتخطى كل هذه الظروف ويستعد بقى للمباراة الفصلة مع السنغال في تصفيات كأس العالم نروح لي حساب أرسنل وبيتكلموا على محمد النني حساب أرسنل على تويتر بيحتفي بعودة محمد النني للمشاركة في تدريبات أرسنل استعدادة لمباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي نروح كمال لحساب في الجول وبيتكلموا على عودة عمر مرموش للمشاركة في التدريبات مع فريق شتوت جارت الألماني بعد نهاية منافسات كأس أمم إفريقيا كل اللعيبة بترجع خلاص بقى لإفرقها وبتستعد لي استيناف الدوريات سبورت 368 مصرية ألقت الدوء على ساد يوماني ورسالته لمحمد صلاح طيب ساد يوماني قال روضني بعد الحزن بسبب محمد صلاح لم أود الاحتفال في وجه أحد أصدقائي المفضلين وأضاف لقد تحدثت مع صلاح بعد النهائي وقلت له أنت دائما ما تبقى لاعبا كبيرا وأنا أكون لك كل الاحترام والتقدير شخصية ساد يوماني أو شخصية المنتخب السنغالي كل الاحترام والتقدير ليهم على تعاملهم حتى مع لعبي منتخب مصر بعد المباراة برضو في لقطة ما قدرش ما تكلمش عليها كليبالي مدافع نابلي والسنغال ومنتخب السنغال لما وقف واتكلم مع محمد عبد المناء يبقى له أنت لاعب كبير لك مستقبل كبير حارب على فرصتك وكمل بنفس المستوى اللي أنت عليه دي لقطات بتبين أن فيه روح رياضية عند لعبي منتخب السنغال وبصراحة منتخب محترم يستحق بأمان الفوس بكاس الأمم فريق عامل نتائج مميزة جدا وهو أفضل فريق في قارة إفريقيا آخر سنتين في تصنيف فيفا حساب كورا بلاس يمكن ألقى الضوء على تقارير وليس خبر منسوب لكورا بلاس بيقولوا تقارير دور الأبطال وكاس الكونفدرالية في خطر حال إقامة السوبر ليج هو مش في خطر هو قرار وتم اتخاذه وإذا أقيم دور السوبر الإفريقي في شهر 9 القادم 20-22 أو 20-23 لن يكون هناك مسابئة دور الأبطال إفريقيا ولا كاس الكونفدرالية هيتم يعني إقامة بطولتين مختلفتين تماما أولا ستبقى البطولة الأولى دور السوبر الإفريقي والمسابقة الثانية كأس الكاف كأس الكاف في تفاصيل أكتر في الموضوع ده في الحلقات القادمة هشرحها وستعرضها بمستندات وأوراق رسمية هيبقى انفراض هنا من خلال شاشة قناة الأهل لكن نخليها في وقتها لما نخلص منافسات كأس العالم للأندي طيب نروح بقى لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وجهه رسالة للعاب الأهلي يعني استعداداً لمباراة المركز الثالث وقبل مباراة الميدالية البرونزية يوم السبت اللي جاي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي متفاعل معنا بشكل مستمر والنهاردة كان ليه تعليق مهم جداً على السؤال اللي طرحناه الرسالة اللي ممكن تقولها للعاب الأهلي قبل خود مباراة تحديد المركز الثالث فنان نبيل الحلفاوي قال فنبدأ كما انتهينا في المباراة السابقة تشكيلاً وأداءاً وروحاً شخصية الأهلي وقمته وسمعته أهم حتى من البرونزية رسالة مهمة جداً من فنان عظيم وقدير كلنا بنحترمه وبنسمع له دايماً وبنقراله كل التويتات اللي بيكتبها بخصوص النادي الأهلي شاكر بيقول عملتوا اللي عليكم احنا مقدرين الظروف اللي الأهلي بيمر بيها كنا الأفضل في الشوت التاني من حيث التاكتك والجمل الفنية ولكن لم يحالفنا التوفيق على الحلوة والمرة معاك مش مجرد جملة بنقولها لا دي حقيقة انتم مصدر ساعدتنا منتظرين منكم البرونزية يلا يا أهلي طيب دي مجموعة من الأراء والمشاركات الخاصة بالرسالة اللي ممكن توجهوا وشايفين رسالة إيجابية كتير ولو للوقت قد استعرضت أكتر من كده بكتير لكن رسالة إيجابية قبل مباراة السبت للميدالية البرونزية وإنجاز جديد إن شاء الله يضاف للأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية في الختام بشكر حضركم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي على خير الإسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء